موسيقى فاطل حاجة مده برس مده برس مده برس لعنت الباشا يتأخر هايلة جدا انا بعتذر عن التأخير تانا عموما الباشا خير خبر انكم موجودين وهيبقى موجود على طول هو ساعة الباشا مش موجود في القصر ولا ايه؟ الباشا موجود بس ورا شوية حاجات هيخلصها واول ما يخلصها هيجي يجتمع بحضرته مراحته على اجل مراحته عن اذنك فطلب انا الان اذنك الباشا دي خايف لا يكون حد يدوصلوا كلامي السفل قطمة اللي على رأسه بضحة بومي ايه؟ ها؟ بومي حاسس عليها؟ وفر كلامك اللي زي السم ده انا مش نعصك الترافق لا يا جمال احنا نتخذ هنا من ايه؟ ملوش لازمة الكلام ده دلوقتي وقدين انت يا لهمن يا رشوان انت موقفك مش سليم او عملت حاجة غلط؟ لا سليم سليم خلاص؟ يبقى فيش داعي القلق ده معلش يا جماعة اتخارت عليكم شوي اصلي كان معايا ضيف مهم والله اخرنا براحتك يا باشا ولا يبقى؟ انتوا وقفين ليه؟ اعوض 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 هيا يا عمت رجالتك استنى من البضاعة؟ وشوناه في المخازين يا باشا تمام وانت عزام بلغت الموزعين؟ بلغتهم يا باشا وكل واحد حيستلب حصته من بكرة ويورد الفلوس هايل يا عزام هايل وانت يا رشوان اخبارك ايه؟ الحمد لله باشا تحت امر ساعتك طبعا كلكم عارفين اللي حصل مبارح بالليل وازاين شوية بلطاجية هجموا على العربيت الولاد اللي كانت جايباننا البضاعة دلو كانوا عايزين يقتلوهم وكانوا عايزين ياخدوا البضاعة بتاعتنا كمان انت ايه رايك في الحكاية دي يا رشوان زي ما ساعتك قلت بالظبط شوية بلطاجية هجموا على الولادين وكانوا عايزين يقتلوهم وكانوا عايزين يسرقوا البضاعة بتاعتنا يا رشوان كانوا عايزين يسرقوا البضاعة بس يا ترى العالة البلطاجية دي والعرفوا منين ان البضاعة مع الولاد دي اه دي بقى بصراحة الله هو اعلم انا صحيح يا رشوان انت تعرف اسمه ايه ده مين اسمه ايه ده ابا ضايا ابا ضايا اللي شغال مع المعلمة اسمها ايه دي بتاعت الخردة اه ابا ضايا انا شفته كزا مر مع المعلمة لما جت تزورني في المكتب ويا ترى تعرف كمان ان ابا ضايا ده كان على رأس البلطاجية اللي اجموا على الولاد ودي بس اعرفة منين بس يا باشا على فكره انا ما ليش اي علاق بالجدع يسمه ابا با Rouge ده احبا اكد ليس عدتك انا ما ليش اي علاقه باللي حصل للتمبير معقوله يا باشا معقوله يا باشا معقوله ابيعك وابيع نفسي وانعرض نفسنا للخطر معقوله يا باشا اضركم واضر نفسي وبيع دميني ازاي يا باشا داه 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 نهvre ع intentionally مفهوم مفهوم يا رشوان مهو ده اللى انا قلت لنفسي والله ايوه قلت معقولة معقولة رشوان يكون الجنن وفي لحظة غضب يبعنا كلنا كده معقولة بس انا مش عارفت مخنوق شوية الجو هنا بقى انه حار الجو برا في الجنينة الجنن جميل ارا يقو نخر كلنا كده نشم شوية هوا وهول مرة نتعرف ع الضيف المهم اللي معاه ونكمل كلامنا معاه ها ماشر جل يا رضا 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 انا شوان بيه اه 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 يا حنفي الرجل بتاعك يا رشون بيه حنفي أنا عايزك تطرب معا حنفي عايزك تحكي لي حكاية أبضايا ده بالتفصيل المملك وعلى أقل أقل من مهلك عشان الكل يسمع ويعرف يا أهل ده لولا دمائك الصح يا ده يا متر كان زماننا روحنا بقبر كان شلتلك الاحتياط واجب ولازم نعمل حسابنا على كل حاجة ده اللي انت توقعته حصل بالزبط بس اللي هموته وعرفه مين اللي ورع بضايا رشوان هو اللي وزله لوحده ولا كان براتب حاجات دي مع عنطر وعزاه مساعدين والله هو في احتمالين الاحتمال الأول يكونوا في اتفاق بينهم ان عنطر ينايمك ويكسب ثقتك لحد ما ياخدوا البضاعة ويخلص منك انت وزين والاحتمال التاني الاحتمال التاني يكون رشوان تجنني لما هزيتوا مركزه فعمل العملية دي عشان ينتقم منكم يثبت مركزه تاني وانت شايفاه يا بو صلاح لو مرتبينها مع بعض يبقى هيحاولوا يخلصوا منك انت وزين خصوصا بعد ما رجعتوا البضاعة ولو مش مرتبينها مع بعض يبقى لازم يخلصوا من رشوان لانه تصرق بغباوة وعرض الناس دي كلها للخطر والناس الكبيرة دي ما تعرفش امر حميل وبيني وبينك انا ما يقلل الاحتمال التاني لان الناس الكبيرة دي مش بتلعب الناس بتخطط وبتدبر مش ممكن يعملوا تصرف غامزة اللي حصل بتاع براح بالليل ده تابو دي هنتأكد منها ازاي احنا نستنى ونشوف لما اتصلوش بيك اتصل انت بعنطر وطلب ما قابلته هو وعادلي وعزام مشوف وحاول تعرف مين الناس اللي وراها تابو دي مش هتبقى فيها خطورة علينا ده الضمانة الوحيدة ليكم ان كل الكرود دلوقتي تبقى عالترابيزة واللعب يبقى عماكشوف بس بشرط فهموهم ان انتو مش لوحدكم وان وراكم ناس كبيرة قوي بدليل ان الاسالة بالبضاعة لا انت ولا زين صح؟ صح وتهددوهم بقى ان لو جراركم حاجة الناس دي هتقلي بالدنيا وتجيب عليها واطية مم طب انت شايف بقى ان الحكاية كده ممكن تتلم ونخرج منها على خير ولا تضطربع فوق دماغنا ونروح في ستين دايات والله انا متفاعل بطبع بعدين ما عندناش خيار تالي ده طريق ولازم نتكملوا باخر والله انا خايف لكن دخلنا بحارة سدة وصلاح شوفش انا تخافش خالص طول ما انت مع صلاح بحر اتطلب بعد كده رشان بقى امرنا تخلص على ابا داي ورجالك بعد ابا داي ما يخلص على حابي وزين وناخد البضاعة ونمديها بخزانه قدام قدام يا باشا ما تستطعوش لا لا هو ده اللي حصل يا باشا ما تستطعوش ده دبي خرف حانا في الجنة مجنون مجنون انا مش عارف بيقول ليه كده اكيد حد زقوا علي ايو ايو انا انا ليا اعداء كتير وقصومات وممكن حد يوز علي باشا انا ما تستطعوش يا باشا لا ايه رأيكو في اللي انتو سمعتوه ده يا رجالة والله يا باشا قالي حاسس من الاول ان الرشوان ده سبب كل المصائب وانت يا عزام كل حاجة بقت واضحة دلوقتي يا باشا وطبعا ما ما فيش رأي بعد رأي ساعاتك شوفت شوفت يا رشوان شوفت صحابك بيقولوا ايه قد كنت عايز تقلبها مجزارة يا راجل مجزارة كنت عايز تقتل حربي وزين بقى بضايا ورجلتو وبعد كده تاخد البضاعة كلها لحسابك ده ايه الفيلم الهند الخايم ده لها وكنت فاكر ان انت تقدر تعمل كده بكل بساطة وسولة ومن ورا ظهري ومن غير محد يحس ده انت ابغى باقك يا راجل كنت هتقلب الدنيا كلها علينا وتفتح في وشنا ابواب جهنم لولا الولدين حارب وزين طلعوا في مرتهى الزكاوة لان البضاعة ما كانتش موجودة لولا كده كنا راحنا كلنا بسببك في ستين الف داية سامحني يا باشا سامحني غلطة ديني فرصة فرصة اخيرة اصلح غلطتي ده انا يا ما خدمتك انا خدامك يا باشا خدامك نصلح أنت زبط لاندك حق انت خدامك بسة بعد اللي عملتو دخعة شواء علش انا مضطر انهي خدمتك وأحنا متفعين على كده من الأول يكون او يلعب بديل ومن ورايا حيكون حسابه معايا انا شخصيا مش كده ولا ايه عدلي تمام يا باشا وده كان الاتفاق والعقل شريعة المتعقدين سمعت على شوق سمعت انت اللي جبته لنفسك مهام لا ارحمني يا باشا انا جبي ارحمني يا باشا ارحمني يا باشا انا خدامك عارفين الاشجار اللي حوالينا دي دي اشجار ندرة ومن نوع غريب جدا محتاجة لسماد عضوي نادر سيئة عشان تعيش وتجبر النوع ده اللي اسمي ده غالي اوي اوي الرشوان بقى والريس حنفي انا ناوي اخدمهم وخليهم يختموا حياتهم بعمل مفيد ولهئمة هخليهم السماد العضوي بتاع الاشجار النادرة دي يا سلام يا باشا يا سلام يا باشا طول عمرك تحب الاعمال الخيرية والله هليك الجنة يا باشا هليك الجنة غراق علي هم؟ عزان خدو له قدامي تعالوا لقى فعلوا أراك أساسا ترمو أرام عليك يا باشا بلاتي الموتة نيب أرام موسيقى حيوحشني غباك يا رشوان موسيقى 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 بالنسبة للترتيبات الجديدة كله حيمشي عادي جدا بالنسبة للمسابك اللي كان مسيقى رشوان يا غاشم مين انت قلت مين يا عزام رشوان رشوان يزاكر عندي ضعفة ولا ايه في حد فيكو يا جماعة يعرف حد بالاسم ده ولا دي بوادر زهايم ولا ولا ايه يا عادي سلامتك يا باشا مالزهايمر هو عزام دايما كده أحيانا بيقول حاجات غريبة ومش مفهومة يا باشا غريبتيه بس انت قلت مين يا عزام ما قلتش حد يا باشا ما قلتش حد يا باشا ما قلتش حد خالص كده فيهم تاني عدله ايه يا باشا انا عايزك بكرة تستلم الفلوس من عزام وتدينه النصيب وانت عنطر تتاصل بعادلي عشان تاخد نصيبك بس انا عايزك في الاول تتاصل بالولد اللي اسمه حارب ده وتحدد معاه معاد وتروح تقابله انت وعدي بلغوا تحياتي وقوله اني مبسوط منه جدا تحت عمرك باشا انا نفسي قاعد معكو اكتر من كده والله بس انتو عارفين بقى معاد نومي جه وده معاد مقدس يلا اصباح على خير اللي اهله باشا هلا صحيح يا عزام وانتو لما جيتو هنا كنتو تلاتة ولا كنت اربعة تلاتة باشا تلاتة بس عمرنا من كنا اربعة صح 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 اعينة بتلاتة وعمرك بك انتروها يا الله احلام سعيد تلاتة اه هه 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 agile الصحيح تلاتة ها هه 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 ه هه هه ه ه هه ha هه